اشتركوا في القناة المحاضرات تتنصب بكلها في الرياضة والبرنامج التنموية الجديد تصير رياضي في الشق القانوني لتنزيل هذا البرنامج عبر الرياضة وفي الرياضة وفرص الشغل بالنسبة للي يمكن يخلقهم الرياضة في إطار البرنامج التنموية اليوم الأول من هذه الدورة تم خلاله تسليط الضوء على مكانة الرياضة في البرنامج التنموية الجديد من خلال مجموعة من المداخلات لبعض الفعاليات الرياضية والأكاديمية هذه النسخة الثالثة جانب اللي هو النقاش والتفكير وكي نباتقوا عليه مجموعة هذه التوصيات مجموعة هذه الأشياء هذه مبادرة الحمودة وعلى المؤسسات أيضا العلمية ودي أن تحتوى حدوة ويبقى هذا التنافر بين الرياضي الممارس والمؤثر والكلية لأن هنا يمكن أن يكون المطبخ دي التفكير ومطبخ دي القضايا اللي يمكن لا تطرح هو بالموازات مع انطلاق ورشات هذه النسخة من الأسبوع الرياضي بمعهد علوم الرياضة تم تكريم بشرة حجيج رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة ورئيسة الاتحاد الأفراقي لللعبة بالإضافة إلى فعاليات أخرى رياضية وإعلامية نضمت اليوم جامعات الحسن الأول محاضرات وعدة ورشات عمل مع رؤساء الجامعات ومع أساتذة أجلاء اللي خرجنا فيها بتوصيات جد مهمة اللي قد تنفعل حركة الرياضية وتوازن موازاتا مع هذه المحاضرات كتم تكريم شخصيات بارزة اللي قد تتميل حركة الرياضية من أبطال ومن رؤساء الجامعات كذلك من رجاء الإعلام برنامج اليوم الأول عرف كذلك توقيع اتفاقيتي شراكة الأولى بين معهد علوم الرياضة والجامعة الملكية المغربية للدراجات والثانية بين دات المعهد والجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة والهدف هو تتمين وتجويد التكوين داخل المعهد والاستفادة من الأطر والبحث العلمي لصالح الرياضة الوضنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة